بس الدكتور محمد لا يستبعد سيناريو الحرب الروسية على فنلندا والسويد صحيح بأن فنلندا لم تنضم إلى النيتو الآن ربما يحتاج الأمر إلى أربعة أشهر إلى سنة مع أن الأمين العام للنيتو قالك ستكون الإجراءات سريعة وسلسة المتوقع من هون لأكتوبر لكن هناك تفاهمات عسكرية مع بريطانيا بحماية متبادلة وبريطانيا عضو في النيتو يعني هنا يجب الحذر يعني كلام ضيفك يتكلم وكأن روسيا أعدت مسبقا احتمالية دخول فنلندا والسويد وتخذ القرار أنا لا أتوقع بهذا الشكل خصوصا بعدما تورطت في أوكرانيا روسيا لو كانت حققت أهدافها في أوكرانيا قلت لك نعم روسيا منتصرة في أوكرانيا روسيا تبلكت وحققت أهدافها هي كنالية أهداف محددة في أوكرانيا ما هذه الأهداف؟ الهدف الأول هو أن يتم تضم الشرق أوكرانيا أو ما يسمى المناطق الإنفصالية وإعلانها أرض روسية لم يحقق هذا الهدف هذا أولا ثانيا كانت تريد أن تسيطر على كل الموانع المطلع البحر الأسود وخمق أوكرانيا داخليا لم تستطع إلى الآن لم تستطع أن أخذت ماريوبون أي نعم ولكن هناك أوديسة المدينة الأهم وهناك مقاومة شرسة ضد روسيا النقطة الثالثة كانت تريد أن يتم تخفيض تزويد الأسلحة أو إعلان أو استسلام أوكرانيا بأنها رضقت للشروط الروسية وستسلم أسلحتها وترضى بتخفيض الأسلحة هذا لم يتم رابعا واضح أن أوكرانيا حققت بعض الأهداف وإلا لكانت ضمن المفاوضات وافقت على الشروط الروسية هي لم توافق على الشروط الروسية إذن هي المتمسكة وديها حساباتها الأخرى إذن بالمختصر روسيا متزال متورطة في أوكرانيا أثناء تورطها في أوكرانيا أنها تكون أعدت الحرب ووقعت أو هناك خطط لدخول فنلندا والسويد وقع هذا مغامرة كبرى وليس الأمر محتمل أو يقيني هذه نقطة أما النقطة الثانية الأخطر هو أنه إذا روسيا لم تتدخل الآن وربما هذا القرار هو قرار ليس بالسهل طبعا إذا من انضمت هذه الدولتان وقبلت العضوية لهم في النيتو سنكون على مواجهة بين روسيا وبين النيتو يعني ستصبح فنلندا والسويد أرض تابعة للنيتو وأجواءها تابعة للنيتو وحدود مشتركة مع النيتو وهذا ما لن ترض به روسيا إذن روسيا أمام خيارين أحلاهم ومروا إما الدخول الآن وأن تستبق الحدث وتوسع رقعة المواجهة وإما عدم الدخول الآن والدخول مستقبلا في مواجهة مباشرة مع النيتو وبالتالي هناك هنا يقمن الخطر الشديد إما حرب إقليمية إذا ما دخلت الآن لأنها أصبحت تجاوزت الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت أيضا مع دول البرطيق وأصبح هناك تبعات كبيرة بريطانيا ستتدخل بفق المعاهدات الثنائية بينها وبين السويد وفنلندا هناك دول أخرى ربما ستكون عسكريا داعمة لهذا الموضوع أو لا سمح الله حرب عالمية إذا ما تدخلت روسيا إلى الدول بعد أن تنضم إلى النيتو وبالتالي مواجهة بين حلف الشرقي أو الروسي مع دول النيتو وهذا ما لا يحمد عقباه وهذا ما لا يريده أسد الناس تشاؤما لأنه ستكون تأكل الأخضر واليابس والتصريحات الروسية تنم على مدى أن الدب الروسي هو يعني الآن كما يرد على التصعيد بتصعيد أكبر يقول لك لدينا صواريخ نموية تستطيع أن تصل إلى لندن بخلال تسعين ثانية وأن تصل إلى نيويورك بخلال مئة وعشرين ثانية أو مئتين ثانية يتكلم بالثواني وليس بالدقائق وإذا طب ما نهت هذا الكلام هذا الكلام خطير جدا لذلك الآن يجب أن نتكلم في السنة أنه ستدخل يجب عدم دخول روسيا يجب إيقاف هذا التصعيد الدول الأوروبية والغربية وعلى رأسها أمريكا هي مستفيدة الآن ولكن هذه الحرب إذا ما اشتعلت لن يبقى أحد يستفيد بهذا الحرب وتركيا معنية وتركيا يجب أن تكون لها دور فعال وهي تسعى لأن تكون دور فعال والدولة الوحيدة التي تستطيع أن تؤثر بشكل إيجابي أو لديها قنوات حوار مفتوحة مع الطرف الروسي ربما هي تركيا فقط لأن الاتحاد الأوروبي فقد المصداقية بسبب دعمه لأوكرانيا وستتأزم العلاقة أكثر بين الاتحاد الأوروبي والروسيا في ظل الآن ما يسمى انضمام السويد وفنلندا لدينا أيام عصيبة لدينا أسابيع عصيبة